مكونات السلمون شريحة سلمون ثلاث شرائح سلمون صح؟ يعني على عدد أفراد الأسرة هو كل شخص حياخد واحدة سلايس عجينة باف بستري وثلاث أكواب سبانخ وكوبين مشروم حبة بصل نصب كوب طماطم جففة وملعقة حمص كبيرة كبيرة سنوبر محمص عفوا وملعقة زيت كبيرة وملعقة زبدة كبيرة وملعقة كبيرة بشر ليمون ونصب كوب ريحان طازج وبيضة طيب إحنا دلوقتي حطينا شوية معلقة زيت ومعلقة زبدة وهنكمل بقية الطبخة بتاعتنا حطت البصل هنحط المشروم بس تقلبتين كده طيب أنا دلوقتي حاخد السندراء التوماتو اللي عندنا الطماطم المجففة والرحان هنضفهم على السبانخ والبصل والزبدة والتوم اللي عندنا إيش هذا؟ قصدي هيبندورة مجففة صحيح؟ هيبندورة مجففة وهذا الرحان الرحان طازة كتير بيفرق إن احنا نجيب الرحان طازة عن ما إننا نجيبه وكل ده مخصول طبعاً أنا كتير موسوسة في الخضار كتير نضيفية في الخضار يعني طيب دلوقتي أنا بس عايزة أعمل إيه؟ عايزة أحط إحنا كده بس خلصنا عشان أحسن نخلص قبل ما الفاصل ييجي طيب هو صار وقت الفاصل أساسي إحنا تمام كده خلاص بس هحط الطماطم المجففة خلاص وحشيل الكلام ده كله من على النار هنحط بس البشر اللمون أهو وهنحط السنوبر اللي هو اختياري هحط نصه كده جوه ودي معلاءة كبيرة نصه جوه والباقي هخليه أحطه على وش السلمون تمام أوكي هسا همسوي العجينة طبيعية أنا بفرد دي عجينة الباف بيستري العادية أوكي يعني أنا أخو يعني ما أرضيتش أجيب المربعات لإني قلت ممكن ما تقضيش يعني لو فردتها تبقى حتة السلمون أطول أوكي فيفضل إن إحنا نجيب دي ونفردها تمام أوكي خلاص إحنا كده تمام تمام هنبتدي بقى نقطحها نقطحها خلينا نقطع الأول السمك أوكي طيب إحنا أول حاجة هنعملها نعم تمام يال يال خلينا نعم دلوقتي إحنا السلمون اللي عندنا دا إحنا ممكن إن إحنا نحطها كاملة وممكن نقطحها ونحطها ما تردك سوي أنت أربعة أنت إي رائيك وإنا هنبتقول إن إقطعها نقطعها يبقى حنقطعها أنا هعملها بس واحدة إي رائيك واحدة طويلة إي رائيك يال فطيرة واحدة طيب دلوقتي الحشوة عندنا فإحنا هنحط الحشوة تحت هنا ممكن لو نحب نحط شوية السنوبر هنا تحت علشان لما تيجي تطقطع يبقى السنوبر باين على الوش كمان كده بالشكل ده والسنوبر كله إحنا ممكن نستغنى عنه يعني ما هوش ضروري قوي بس هو بيدي طعم بيدي طعم فيعني اللي عايز يستغنى عنه مش قصة ممكن طبعا أنا السلمون محطوط ناية بس إحنا ممكن نعمل الوصفة دي بفراخ بجاج وممكن نعملها كمان بلحمة بس في الحالة دي يمكن هنضطر إن إحنا نسوي الجاج والجحمة قبل ما نحطهم لأنه السلمون ما بيخدش وقت طويل في الفرن يعني السلمون عايز 12 دقيقة وبيكون استاوى تمام عرفت؟ تمام طيب بس هحط شوية ملح وفلفل للسلمون اللي عندنا شوية ملح وشوية فلفل وخلاص يعني التدبيلة أصلا كلها جاهزة في اللي تحت السبانخ إحنا بس هنتبّل السلمون عشان يبقى واخد ملح وفلفل أوكي هاخد الفصيرة بتاعتنا وهنقفلها كده أوكي طبعا وبعدين طبعا هنحطها مقلوبة فلما نيجي نقطعها هيبقى عندنا طبقة سبانخ وطبقة السلمون تقدروا لو مش حابين وحابين تشقلبوا الترتيب يعني حرين يعني عايزين السبانخ الأول المشروم السلمون الأول وبعدين الحشوة عادي يعني مش كسة ما هيش نقفل ده بقى كده كويس وحاخدها أحطها شايف أحيه نحطها هنا في الصينية وحد هنا بالبيض تعطيه للمعة حلوة حاتديها لون جميل طبعا ولمعة حلوة إن شاء الله وحسيبها بقى في الفرن تقعد تقريبا 20 دقيقة مثلا السانمن لو هو محطوط لوحده انا ببعدوش اكتر من 12-13 دقيقة في الفرن بس لانه مستخبي جوه الباف بيستري فممكن ياخدله من 20 ل 25 دقيقة لان طبعا الحرارة اللي وصله هو جوه بتاخد وقت غير لو كان هو متعرض مباشرة للحرارة تمام اشتركوا في القناة